أكثر من 1700 شخص لقوا مصرعهم في الهند بسبب موجة الحر التي ضربت البلاد منذ أكثر من أسبوع وتخطت 45 درجة مئوية كما في نيو دالهي وأندرا بردش هنا في باكرام الأعمال مستمرة رغم التقص الحار حسب أحد عمال الطرقات الذي قال لا يمكننا تحمل الحرارة حتى لو توقفنا عن العمل ولم نقم بأي شيء الحكومة حذرت السكان من موجة الحر ولأننا نحتاج للمأكل فكيف الحصول عليه إن توقفنا عن العمل غالبيات الضحايا هم السكان الأكثر فقرا إضافة للمسنيين الذين هم أقل اطلاعا على مخاطر الحر الحياة صعبة جدا لا ميها لدينا ولا المقدر على الحصول على شيء ولا حتى بديهيات مقاومات الحياة رغم أن مئات الأشخاص يمتون سنويا بسبب الحر لكن الحرارة التي سجلت هذا العام هي الأعلى منذ عام 1995 ترجمة نانسي قنقر